بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته عنوان المحاضرة عمر الإمام المهدي عليه السلام إشكال وردود لا يوجد للمشككين رأي يعتد به العقلاء لا من الشرع ولا من العاقل يؤيد تشكيكهم في طول عمر الإمام المهدي عليه السلام وأنما مجرد إثالة الغبار وإشاعة الضجيج والعجيج لطمس قضية الإمام المهدي عليه السلام وزعزعت إيمان المؤمنين بعدالة قضيته وإلا إذا كان عندهم دليل على اعتراضهم فليبينوا لكنهم لا يملكون دليلاً وبرهاناً على اعتراضهم وتشكيكهم إلا السخرية والاستهزاء بالإمام المهدي عليه السلام شعراً ونثراً ومن ضمن هذه الأمور تشكيكهم في طول عمر الإمام المهدي عليه السلام دون أن يأتوا بدليل ينذكر فهم لا يتناولون قضية الإمام المهدي عليه السلام في إثبات أو نفي وجوده ومهدويته وإنما يلجأون إلى أسلوب التشكيك وهو أسلوب العاجز في أمور كثيرة سنتناول الموضوع على شكل نقاط محددة النقطة الأولى التشكيك في القدرة الإلهية المطلقة غير المتناهية الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء في هذا الكون وفي عالم الوجود لا ينافسه منافس ولا ينازعه منازع وهو سبحانه الذي خلق الإمام المهدي عليه السلام من العدم إلى الوجود واختاره إماماً وحج وطول عمره في غيبته وجعل أمر الغيبة وبدئها ونهايتها وتطويلها بيده ولم يكن للإمام المهدي عليه السلام شيء يذكر في خلقه وإمامته وغيبته وتطويل عمره فهو عبد مطيع لخالقه ومخلص لعبوديته لخالقه وخاضع لأمره ومشيئته فالتشكيك في طول عمر الإمام عليه السلام هو في واقع الأمر تشكيك في القدرة الإلهية المطلقة غير المتناهية الذي طول عمر الإمام المهدي والله سبحانه وتعالى ولما تشكك فيه تطويل عمره فأنك تشكك فيه القدرة الإلهية المطلقة غير المتناهية التي خلقت الإمام المهدي وطولت عمره عليه السلام وما دامت أعمار العباد بل أعمار الخلاء القاطبة بيد الله سبحانه وتعالى منحة وقصرة وطولا فهو سبحانه قادر على تطويل عمر الإمام المهدي إذا شاء ذلك فلا يقف شيء ولا يمتنع شيء أمام قدرته المطلقة غير المتناهي إذن التشكيك في طول عمر الإمام المهدي هو باقي العمر تشكيك في القدرة الإلهية المطلقة غير المتناهي النقطة الثانية تصغير القدرة الإلي المطلقة غير المتناهي قال الله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير تأمل في الألفاظ الآية الكريمة إن الله على كل شيء قدير وردت هذه الآية بهذه الصيغة في ثلاثة وثلاثين موضع من القرآن الكريم وهناك أيضا آية أخرى وكان الله على كل شيء قدير وآية أخرى وكان الله على كل شيء مغتدر تأمل في الآية الكريمة إن الله على كل شيء قدير لم يستثنى الله سبحانه وتعالى شيئاً خارج القدرة الإلهية وهذه الآية تكلمت عن الجوانب عديدة الحياة، الموت، الإنسان، الخلق، الدنيا، الآخرة، ملك السماوات والأرض وغير ذلك ومن ضمن هذه الأشياء هو أعمار الخلائق وأعمار العباد فأعمار الخلائق وأعمار العباد كلها داخل ضمن الآية الكريمة إن الله على كل شيء قدير ولم يستثنى الله سبحانه وتعالى عمر الإمام المهدي طولاً أو قصراً فإذن فالتشكيك في طول عمر الإمام المهدي هو في واقع الأمر تصغير للقدرة الإلهية المطلقة غير المتناهية الله سبحانه وتعالى يقول إنه على كل شيء قدير أنت تقول بأن الله غير قادر على تطوية عمر الإمام وإذا كنت تقول أنه قادر على تطوير عمر الإمام فلماذا تصغر القدرة الإلهية وتشكك فيها فإذن التشكيك في الإنكار طول عمر الإمام المهدي هو تشكيك في القدرة الإلهية المطلقة من جانب وتصغير لهذه القدرة المطلقة من جانب آخر فالمشككون يظنون أنهم يشكلون على الإمام المهدي عليه السلام وشيعته هم في أقل عمر لا يشكلون على الإمام المهدي ولا شيعته هم يشكلون على ربهم فهم أجلكم الله مثل العبيد في خندق إبليس ينفثون الوساوسة وشيطنته ولا يستفيدون أي شيء فالذي يشكك في القدرة الإلهية المطلقة أو يصغرها فضع علامة استفام على إيمانه النقطة الثالثة دليل الإمكان أو برهان الإمكان لو سألنا هذا السؤال هل يمكن أن يطول عمر الإمام المهدي عليه السلام أو لا يمكن بمعنى آخر هل يمتنع عمر الإمام المهدي بن الطول أو لا يمتنع طول عمر الإمام المهدي واقع تحت مظلة برهان الإمكان عقلياً نظرياً عملياً وتطبيقياً لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تكلم عن عمر النبي نوح فلبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عملياً كان العملي والتطبيقي والنظري ثابت في القرآن الكريم فلماذا لا يتكرر مرة أخرى عبر الإمام المهدي ما دم هذا العمر قد حلث سابقاً بنص القرآن الكريم كذلك أيضاً بالنسبة للخضر خضر عليه السلام العبد الصالح العبد الصالح كان موجوداً قبل أن وجود نبي موسى أو على أقل تقدير كان موجوداً في عصر النبي موسى وقصته مع النبي موسى معروفة وما زال موجوداً عند جميع المسلمين جميع المسلمين بجميع فرقهم ومذاهبهم وهو ما زال لحد الآن حي فالإله القادر على تطويل عمر الخضر هل يستطيع أن يطول عمر الإمام المهدي؟ إمام المهدي هو إمامه الآن هو إمامه الشرعي فإذا كان الخضر طول الله سبحانه وتعالى عمره فالإمام المهدي ممكن بعد فلماذا لا تتكرر نسخة مرة ثانى وثالثة ورابعة؟ كذلك يظن نبي عيسى عليه السلام وما صلبوه وما قتلوه يعني يقيناً لا أصلب ولا قتل بالأصل القرآن الكريم وما زال الآن من ولالته حسب المصادر المسيحية والنصرانية إلى حد الآن 2021 سنة هذه من ميلاده احذف منها عمره يعني قبل الدعوة قبل النبوة فبمعنى آخر حد تقريباً ألفين إلى نيذ فالمام النبي عيسى عليه السلام ما زال حيل حد الآن بنصر القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى الذي طول عمر النبي عيسى وجعله موجوداً لحد الآن وسينزل أيضاً في القدس ليصلي خلف الإمام المهدي ويكون عضده الأيمن ومساعده وأحد قادته الكبار ألا يستطيعاً لطول عمر الإمام المهدي فالإله الذي خلق لنا الخضر وخلق النبي نوع وخلق النبي عيسى وطول عمارهم هو نفس الإله الذي خلق الإمام المهدي وطول عمره فلما هناك قادر وهناك غير قادر فالكيل بميكالين طبعاً غير صحيح النقطة الرابعة المشاككون يتدرعون بقانون الشيخوخة والهرم ما معنى قانون الشيخوخة والهرم يقولون أن هذا القانون قانون صارم لا يوجد أحد من المخلوقات يفلت أو يخرج من قبضته ومن أنياب هذا القانون فكيف فلت وخرج وتخلص الإمام المهدي من هذا القانون الصارم وطال عمره بالرغم أن هذا القانون صارم لجميع المخلوقات تقريباً نقول كل القوانين الموجودة في الكون قوانين فلكية فيزائية كيميائية بشرية اجتماعية طبيعية كل القوانين بل استثناء هي بيد الله سبحانه وتعالى وتحت مقاليد قدرته ومن ضمن هذه القوانين قانون الشيخوخة والهرم سنضرب أمثلة من هذه القوانين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه القوانين وهو الذي فعلها في كل زمان ومكان وهو الذي عطلها لأولئك لأنبياءه إذا شاء ذلك سنضرب أمثلة من القرآن الكريم قانون الحرار فالله سبحانه وتعالى جعل قانون الحرار لقانون عام في كل المخلوقات من خلق الأرض إلى الآن وإلى أن يرث السماوات والأرض هو الذي أوجد هذا القانون وهو الذي يفعله في كل مكان وهو الذي عطنه والنبيه النبي إبراهيم عليه السلام يا نار كوني بردا وسلاما على البراهيم إذن القانون المعطل أو هو مفعل لكن في خاصية النبي إبراهيم عندما ألقيه في النار عطل الله سبحانه وتعالى هذا القانون يا نار كوني بردا وسلاما فإذن معطل لما خملت النار رجع القانون إلى وضعه الطبيعي كذلك عصى النبي موسى عليه السلام لما خرج من مدين والودة عن نبي شعيب النبي شعيب عليه السلام عطاه عصى وهو في طريقه إلى مصر إلى محل سكنة إلى محل قومة قال الله سبحانه وتعالى عند الطور ما بيمينك يا موسى قال له يا عصاية لم يقل يا حياتي قال له يا عصاية فهي مجرد عصا يعني غصل من شجرة قال ألقيها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعد يعني تتحردك وتمشيك هذه الحية من أين أتت من قانون التوالد قانون التوالد موجود في كل مكان معنى آخر كل الكائنات يا أما تأتي عن طريق التوالد مباشرة كالإنسان وكثير من الحيوانات أو عن طريق البيض كمعظم الطيور تقريبا دجاج وما شبه ذلك يعني عن طريق البيضة أو عن طريق الولاد مباشرة هذه الحية التي كانت تسعى من أين أتت لم تأتي من بيضة ولم تأتي من حية أخرى من أم حية فإنما كان في البداية عصا ما بي منك يا موسى قال أعصاية لم يقل يا حياتي من أين أتت هذه الحية تسعى إذن هذه الحية هي خارج نطاق قانون الولادة فالإله الذي جعل ونفذ وفعل قانون الولادة عطل هذا القانون في ما يخص العصى النبي موسى عليه السلام فهي عصى تنقلب إلى حية أو ثعبان ثم ترجع العصى مرة أخرى ثم تنقلب وهكذا إذن من أين أتت الولادة هذه الحية خارج نطاق قانون الولادة لما ضرب كذلك إذن ناقة النبي صالح وفصيلها لم تأتي هذه الناقة من ولادة يعني لم تأتي من ناقة ولدتها وكذلك فصيلها يعني ولدها وأنما خرجت من الجبل باتفاق جميع المسلمين إذن هذا الجبل في كل الجبل لا تلد الجبل لا تلد ناقة فلماذا خرجت هذه الناقة من الجبل وفصيلها هذا خالد نطاق القانون الولادي العصى عصى نبي موسى عليه السلام لما ضرب بها البحر انفرق البحر على الجانبين قانون الصيولة موجود في كل زمان ومكان كل ماء كل سائل يعني دائما يكون هو في حالة سيالان فالله سبحانه وتعالى جاء خلق الصيولة في الماء وفي كل السوائل وهو الذي يفعله في كل زمان ومكان وهو الذي عطله لنبي موسى لما ضرب البحر فعبره وبنو اسرائيل ولما خرجوا من البحر او من الماء رجع قانون الصيول الى الماء فاغرق فرعون وجنوده فاذا قانون الصيول هو الذي فعله وهو الذي عطله النبي موسى وهو الذي رجع تفعيل مرة ثانية لما عبر نبي موسى وبنو اسرائيل فاذا كل القوانين هي بيد الله سبحانه وتعالى كذلك بالنسبة للنبي عيسى النبي عيسى لم يأتي طبعا عن طريق الولادة لكن 50% من قانون الولادة معطل في حقه و50% من القانون مفعل في حقه فهو جاءتا من أم فاضلى ولم يأتي من أم فلماذا لم يأتي من أبؤم فالذي خلق قانون الولادة هو الذي عطله بنسبة 50% بالنسبة للنبي عيسى عليه وفعله بنسبة 50% بل هذا القانون عطل في النبي آدم وزوجه طحوة بنسبة 100% إذن كل القوانين بما فيه قانون هذا كلها بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعلها وهو الذي يخلقها وينسها وهو الذي يعطلها إذا شاء ذلك وهو ليرجع مرتين أخرى ومن ضمن هذا القوانين القانون الشيخ هو خوى الهرم قانون الشيخ هو خوى الهرم معطل في حق المهدي قبل أن يولد عن أبي الصلط الهروي طبعاً هذه رواية عن اللي قلت للرضى عليه السلام ما علامات القائم منكم إذا خرج قال علامته أن يكون شيخ السن شاب بالمنظر حتى أن الناظر إلي يحسبوه ابن أربعين سنة أو دونام وإن من علاماته أن لا يحرم بمرور الأيام والليالي حتى يأتي أجله إذن هذا القانون المعطل بحق الإمام المهدي من قبل أن يولد الإمام المهدي هذا جده الإمام المرضي يقول أن هذا القانون المعطل لا يهرم ولا يجب أي شيخ هو خوى إلى أن يأتي أجله دائماً هو في مرحلة الشباب ومرحلة الأربعين سنة أو أقل من أربعين سنة فنص الحديث النبوي عن الإمام المعصوم بأن هذا القانون قانون معطل في حق الإمام المهدي عليه السلام إذن كل القوانين تقريباً بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئها وهو الذي يفعلها وهو الذي يوقفها أو يعطلها أو يلقيها إذا شاء ذلك وضربنا أمثلة من القرآن الكريم هناك نماذج من الخالق من البشر أو غير البشر عمارهم طويل النبي نوح من الصقران الكريم 650 سنة أو ألف سنة إلا خمسين عاماً النبي عيسى عليه السلام حد الآن 2021 من مولده وما زال موجود الخضر من أيام النبي موسى على أقل تقدير قد يكون هو قبل النبي موسى لكن على الأقل تقدير الثابت هو من عصر نبي موسى حد الآن وما زال موجوداً كذلك أيضاً عمر إبليس رمز الغواي والضلاء فإبليس كان موجود قبل خلق آدم وكان مأمور بالسجود مع الملائكة لآدم من قبل أن يخلق آدم فإذا سويت ونفقت فيه بالروحي فقعوا له ساجدين فإذا كان إبليس من المأمورين لكن غيرت الأمر أنه رفض السجود والملائكة كلهم سجدون فإذا كان إبليس الموجود قبل خلق آدم بآلاف السنوات وما زال الموجود من خلق آدم إلى حد الآن إلى اليوم الوقت المعلوم فالإله الذي يستطيع أن يطول عمر رمز الضلالة رمز الغواية رمز الكفر والزندقة إبليس ألا يستطيع أن يطول عمر رمز الهداية والإمامة والولاية الإمام المهدي فالإله واحد الإله الذي يستطيع هناك يستطيع أيضا هناك شكرا للمشاهدة